نور الدين مشرف طربوي يتوجه هذا الصباح إلى المدرسة الابتدائية ببئر العاتر والتي يعمل بها من أجل طلاء جدران الأقسام والطاولات وهذا تحسبا للدخول المدرسي اليوم جيت كموتطوع باش نسبق الأقسام وطاولات ونعاون الزملاء وننظف الساحة ونزين الأقسام من أجل دخول مدرسي ناجح حبه للمدرسة والتلاميذ جعله يتطوع ويقضي بعضا من وقته في تزيين المؤسسة حيث قام بالعديد من الأعمال كتنظيف الساحة وتقليم الأشجار نسمى ما قامت به مدرسة مسعد محمود من تزيين الأقسام وتنظيف ساحة المدرسة وتزيين وكذلك طلاء كل الأقسام بحلة جديدة الهدف من هذه المبادرة هو طوفير الجو الملائم للتلميذ عند دخوله للمؤسسة حيث يجد مؤسسته في حلة جديدة ويساعده ذلك في تحصيل دراسي خلال العام الدراسي لا يقتصر هذا العمل التطوعي على نور الدين وحده بل يشارك فيه كل طاقم مدرسة مسعد محمود حيث أراد من خلال هذه المبادرة أن تكون له بصمة جميلة لجعل جو ملائم لدخول مدرسي في أحسن الظروف ترجمة نانسي قنقر